اهلا بصدق بلد وبنشكر صدق بلد احب اعرفكم بنفسي الاول انا الدكتور وسام الزهل استشاري بطنة والسكر بمستشفى الطالبة جامعة الشمس والعضو التنفيذي للشركة بروسيا الطبية بالمشروع ده بنراحب بكم في جرين هارت والمدينة بروسيا الطبية بفعالاته يوم القلب العالمي والاستغل الفرصة دي ان احنا بنراحب بصدق البلد والسادة المشاهدين ونحب ان نقول النهاردة يوم جميل جدا الفعالاته يوم النهاردة احنا طبعا نتشرف ونشرف باستاذ دكتور جمال شعبان عامل مركز جرين هارت وسط مدينة بروسيا الطبية وده الجزء في منها فبدأ ان احنا عملنا حاملة توعية للناس النهاردة الصبح باليوم القلب العالمي وبدأنا بمحضرات الأطباء كورس حاجة اسمها بي إل إس اللي هي بيزا لايف ساب بورت أساسيات الحياة عملنا دورة معتمدة حوالي 20 طبيب حديث التخارج البي إل إس ده المفروض كل اللي بياخدوا الأطباء تمريد ده حاجة ضرورية جدا لدورة الحياة يعني للطبيعي جدا لازم ناس ياخدوا يعني كل الناس بتاخدوا بيسموه بيزيك لايف ساب بورت دي الإسعافات الأولية الضرورية للصحة المفروض أي ممارس صحي سواء من أول ممرض طبيب صيدالي أسنان لازم يكون معاش هادد عالميا وفي مصر وفي كل حد بنبدأ دلوقتي في مصر طبعا القلشة المختلفة بنعرف الناس بيها ونعلمهم بيها لأنه دي إسعافات أولية والمفروض كمان إن في المصانع والشركات حتى المشأة طباء والممارسين الصحيين ياخدوا شهادة بي إل إلس اللي هي شهادة لسعافات الأولية إحنا بيقاملنا حوادث كتير بيقاملنا مشاكل كتير نقدر نتعامل معه فبدأنا معيش الطبيب النهاردة درسنا لهم هذي الكورس وخدوا الشهادة ثم على الوقت كمان دو الساعة هنبدأ بيمرسل حاجة رياضية ماشي حوالي 4 كيلو لتوعية للقلب اللي هو معالمين للقلب وهنعمل بعد كده فعاليات إن إحنا نعمل سكرينيج للسكر لأن مرض السكر مهم جدا جدا للقلب بصفة تخصوصي طبعا أنا بتكلم على السكر إحنا السكر مهم جدا إن إحنا هو كوليسترول فبنعمل سكرينيج دراءة الأعضاء نادي بروسيا والجمور للكوليسترول اللي عنده كوليسترول عالي واللي عنده السكر وبعد كده هنعمل محاضرة توعية دكتور جمال أستاذ دكتور جمال هتشرف يشرح توعية أهمية القلب ونحفاظها على القلب وأنا بعد هي هتكلم على السكر وإزاي التوعية بالسكر وإزاي نعرف السكر بيجي إزاي وإزاي نتعامل معاه وإزاي إيه خطورته وإزاي نحن نحفظ على نفسه ده مشروع العالمي إن إحنا نزال نتشف السكر رتم الحياة بقى سريع الرياضة قلت التلفون الموبايل والنت بقى سريع بقى إشتركة المواصلات حياة بقى سيدنتري لايف اللي حياة الهادية دي بتعمل حاجة زي السمنة والسمنة دي تأدي للسكر فنلاقي الناس في مجتمعات يعني مثل من الشرق الأوسط 20-30% من المجتمع من القيمة السكنية أو الكسافة السكنية عندهم سكر ده المكتشف غير مكتشف حالة 10% طب نكتشف إزاي فيه أعراض مبكرة للسكر خسان الوزن تبول كتير العطش كتير الهامدان حس الجسمه هامدان ده نكتشف السكر طب نعمل إيه سهلية جدا نحن نعمل سكرينيج نعمل وان توتش سكر عشوائي في أي مكان لو تلع فوق المتين بنشكرني في السكر طبعا عشان نشخص السكر بنعمل حكس ما سكر تراكمي نعرف القصة باش إزاي اللي برضو نشكر بايزاوية يعني بالمناسبة نشكر من وزارة الصحة إنها عاملة مشروع المشروع دلوقتي الكاشف مبكر على السكر وأمراض الضغط وأمراض السيارية بيعملوا على الوحدات الصحية بيلفوا فعلا بيعملوا تحليل سكر عشوائي وبيقيسوا الضغط ودي حاجة مشروع هايل جدا جدا مشروع قومي بنشكر وزارة الصحة والقائمين عليها إنه بيعملوا هذا المشروع وفعلا اكتشف ناس كتير بيجنبوا في العادات الناس وإن كانوا بروح الحملة هنروح بوحدة الصحية بالحل إن نلاقي السكر عالي فييجو العادة إنه عليكم فنشكر وزارة الصحة في هذا المؤمن اشتركوا في القناة